اشتركوا في القناة اهم العقائد انتشار القاديانية اين تنتشر ثم نتكلم عن حكم الاسلام فيهم نبدأ بالتعريف بهذه الفرقة وهي القاديانية فالقاديانية هي حركة نشأت في عام 1900 للميلاد وكان هذا بتخطيط من الاستعمار الانجليزي في القارة الهندية نشأت في عام 1900 للميلاد وكان هذا كما ذكرت بتخطيط من الاستعمار الانجليزي في القارة الهندية وكان الهدف من هذا هو ابعاد المسلمين عن دينهم وابعاد كذلك المسلمين عن فريضة الجهاد بشكل خاص حتى لا يواجه المستعمر باسم الاسلام وطبعا كان اللسان الناطق لهذه الحركة في ذلك الوقت هو مجلة تسمى مجلة الأديان والتي كانت تصدر باللغة الانجليزية إذن القاديانية هي حركة وفرقة أنشأت من قبل الاستعمار الانجليزي أيام الحكم الانجليزي والاستعمار الانجليزي في الهند بهدف ابعاد المسلمين عن دينهم وعن فريضة الجهاد أما أبرز الشخصيات في هذه الفرقة وهذه الديانة مؤسس الفرقة وهو رجل اسمه ميرزا أحمد غلام القدياني ميرزا أحمد غلام القدياني المولود في قرية قاديان في إقليم البنجاب من الهند هذا الرجل ولد في عام 1839 للميلاد وهذا الرجل ميرزا غلام أحمد القدياني كان ينتمي إلى أسرة وعائلة كانت تشتهر بخيانة الدين والوطن نشأ غلام أحمد هذا الرجل تحت هذه الأسرة وفيا للاستعمار كان وفي للاستعمار مطيعا بكل أحواله للاستعمار الانجليزي طبعا فتم اختياره لدور المتنبئ الكذاب حتى يلتف حوله المسلمين وينشغل به عن الجهاد الإسلامي ضد المستعمر الانجليزي طبعا كان للحكومة البريطانية المستعمرة إحسانات وكانت معونات كثيرة على هذه العائلة فأظهروا الولاء لها وكان طبعا غلام أحمد هذا الرجل الأول معروف عندهم باختلال في مزاجه وكان كذلك يعني مبتلى بالأمراض المزمنة هذا الرجل هناك من العلماء من تصدى لدعوته الخبيثة ونحلته الضالة ومنهم ذلك الإمام رحمة الله عليه المسمى بأبو الوفاء ثناء الله الآمر تسري وهو أمير جمعية أهل الحديث في عموم الهند ورحمة الله على أهل الحديث في كل زمان وفي كل مكان هذا الإمام الشيخ ثناء الله الآمر تسري كان يناظر ميرز غلام وكان يفحمه بحجته رحمة الله عليه وكان يكشف خبث الطوية التي كان يتستر بها ذلك الرجل وانحراف هذه النحلة وحينما رفض أن يعود هذا الغلام أحمد القدياني إلى رشده طلب الشيخ ثناء الله الآمر تسري أن يباهله وباهله الشيخ حقيقة على أن يموت الكاذب منهما في حياة الصادق كانت المباهلة تقوم على أن الكاذب يموت في حياة الصادق طبعا بقدرة الله وبرحمة الله ولكي يظهر دين الله الحق ويظهر الصادق من الكاذب لم تمر سوى أيام قليلة حتى هلك ميرز أحمد غلام القدياني وكان هذا في عام 1908 للميلاد تقريبا وذلك بعد أن دب في جسد هذا القدياني الكذاب الأمراض كالصداع والنوبات العصبية العنيفة والهستيرية ثم بدأ يأتيه مرض السل وسلس البول وفي آخر لحظات هذا الرجل كما ذكر من كتب عنه أنه كان يقضي حاجته عند فراشه وكان القيء أكرمكم الله القيء يخرج من فمه وذكرت بعض الصحف الهندية في ذلك الوقت كما ذكر ذلك الشيخ أحمد الحصين في كتابه سلسلة ماذا تعرف عن هذه الفرق ذكر هذا الشيخ أحمد الحصين في كتابه أن النجاسة كانت تخرج من فم القدياني الكذاب قبل موته وذكر أن روحه فاضت إلى ربه وهو يقضي حاجته في بيت الخلاء هكذا مات ذلك الكذاب الذي كان طبعا يدعي النبوة وصدق الله عز وجل الذي قال واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليل هكذا مات المتنبئ الكذاب الذي طبعا كان يدعي النبوة أحمد مرزى غلام وننظر كيف مات إمام الأنبياء وأصدق الصادقين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام ذلك النبي الحق وكيف مات ذلك المتنبئ الكذاب هذا مات والقيء يخرج والنجاسات تخرج من فمه وكيف مات الصادق المصدوق محمد عليه الصلاة والسلام تخبرنا بذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها العفيفة الشريفة التي كما قال بعض أهل العلم التي غار الطهر من طهرها رضي الله عنها تقول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري تقول توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي نوبتي يعني في ليلتي وبين سحري ونحري وجمع الله بين ريقي وريقه صلى الله عليه وآله وسلم وهذا الحديث في صحيح البخاري انظر كيف مات النبي الصادق صلى الله عليه وآله وسلم مات ورأسه بين سحري ونحري أم المؤمنين رضي الله عنه بل وتقول عائشة رضي الله عنها كما ذكر ذلك الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح تقول عائشة رضي الله عنها قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه بين سحري ونحري قالت فلما خرجت نفسه لم أجد ريحا قط أطيب منها صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يموت الأنبياء الصالحون الصادقون عليهم الصلاة والسلام أما ذلك الكذاب فمات والنجاسات تخرج من فمه وقيل أنه مات في دورة المياه طبعا كما ذكرنا أن الشيخ ثناء الله الآمر تسري حينما نظره وكانت المناظرة أن الكاذب يموت في حياة الصادق مات هذا المتنبئ أحمد ميرزا غلام بعد تقريبا 11 شهر أو 12 شهر بينما هذا الإمام وهو ثناء الله الآمر تسري الذي ناظره عمر أكثر من 40 سنة انظروا إلى كرامة الله لأولياء الله انظروا إلى منهج أهل الحديث رحمة الله عليه وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا على منهج أهل الحديث وتوفانا عليه إنه جواد كريم أقول هذا الشيخ رحمة الله عليه ثناء الله الآمر تسري عمر قرابة 40 سنة وهو يفضح أهل البدع وأهل الانحرفات العقدية رحمة الله عليه إلى أن توفاه الله وكان آية من آيات الله عز وجل أن الكاذب مات بعد 11 شهر أو 12 شهر وهذا الإمام من أهل السنة من أهل الحديث رحمة الله عليه عمر أكثر من 40 سنة يفضح أهل البدع وأهل الانحرفات العقدية وأهل الضلالات الذين دلسوا على المسلمين طبعا المتنبئ هذا الكذاب أحمد مرز غلام ترك أكثر من 50 كتاب مع نشرات ومقالات من أهم كتبه كتاب اسمه إزالة الأوهام وكتاب إعجاز أحمدي وبراهين أحمدية وأنوار الإسلام وإعجاز المسيح وكتاب التبليغ وكتاب التجليات الإلهية طبعا الرجل الثاني بعد هذا الرجل رجل اسمه نور الدين ويعد الخليفة الأول للقاديانية بعد موت أحمد مرزى غلام أو غلام مرزى أحمد من مؤلفات الرجل الثاني كتاب اسمه فصل الخطاب ثم جاء بعده رجل اسمه محمد علي وهو أمير الفرقة القاديانية اللاهورية ويعتبر كذلك منظر ورأس في القاديانية وكذلك جاسوس للاستعمار والقائم على المجلة الناطقة باسم القاديانية طبعا قدم هذا الرجل ترجمة محرفة للقرآن الكريم إلى الإنجليزية وحاول أن ينشر فيها المعتقد القادياني والضلال القادياني من مؤلفات هذا الرجل حقيقة الاختلاف وكتاب النبوة في الإسلام جاء بعده رجل اسمه محمد صادق ويعتبر المفتي للقاديانية من مؤلفاته كتاب اسمه خاتم النبيين ثم جاء بعده بشير أحمد ابن الغلام ومن مؤلفاته سيرة المهدي وكتاب كلمة الفصل ثم محمود أحمد كذلك ابن الغلام وخليفته أو إحدى خلفائه من كتبه كتاب اسمه أنوار الخلافة وكتاب تحفة الملوك وكتاب حقيقة النبوة ولا ننسى رجل اسمه ظفر الله خان رجل اسمه ظفر الله خان القادياني وهذا الرجل عين كأول وزير للخارجية الباكستانية وهذا الرجل كان له الأثر الكبير في دعم هذه الفرقة الضالة حيث خصص لها بقعة كبيرة في منطقة وإقليم البنجاب لتكون مركزاً عالمياً لهذه الطائفة الضالة وسموا هذه المنطقة باسم الربوة طبعاً أهم عقائد القاديانية حنذكرها الآن بعد أن نقول أن غلام بدأ نشاطه المؤسس غلام أحمد ميرزا القادياني بدأ نشاطه كداعية إسلامي يعني تظاهر بأنه داعية إسلامي حتى يلتف حوله الأنصار والأتباع ثم ادعى بعد ذلك أنه المجدد وأنه الملهم من عند الله ثم تدرج خطوة أخرى فادعى أنه المهدي المنتظر ثم بعد ذلك ادعى أنه المسيح الموعود ثم ادعى النبوة وزعم أن نبوته أعلى وأرقى من نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك الإمام البخاري ومسلم في صحيحهما أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تنبأ بخروج هؤلاء الكذبين فقال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يبعث تدجالون كذابون قريبا من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله وهذا الحديث في البخاري ومسلم وهناك زيادة في سنن أبي داود وسنن الترمذي بسند صحيح وهي كذلك في السلسلة الصحيحة للإمام الألباني رحمة الله عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين انتهى طبعا يعتقد القاديانيون أن الله يصوم ويصلي وينام ويصح ويخطئ ويجامع تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة وصدق الله عز وجل الذي قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون إضافة إلى أن القادياني يعني من سخافاتهم يعتقدون بأن إلهه إنجليزي وأنه لا يخاطبه بالوحي إلا باللغة الإنجليزية كذلك تعتقد القاديانية بأن النبوة لم تختم بمحمد صلى الله عليه وسلم بل هي مستمرة وأن الله سبحانه وتعالى قد يرسل رسول حسب الضرورة ويعتقدون أن غلام أحمد هذا القاديان الكذاب هو أفضل الأنبياء جميعا وكذبوا بل والله هو شر الدجالين الكذابين الذي تنبأ بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طبعا يعتقدون كذلك أن جبريل عليه السلام ينزل على هذا الكذاب غلام أحمد وأنه يوحى إليه وأن إلهاماته مثل القرآن ويقولون لا قرآن إلا الذي قدمه المسيح الموعود أي الغلام ولا حديث إلا ما يكون في ضوء تعليماته ولا نبي إلا تحت سيادة هذا الكذاب غلام أحمد ويعتقدون أن كتابهم منزل واسمه الكتاب المبين اسم كتابهم هو الكتاب المبين وأنه غير القرآن الكريم ويعتقدون أنهم أصحاب دين جديد مستقل وشريعة مستقلة وأن أتباع ورفاق وأصحاب الغلام هذا الكذاب في درجة الصحابة وكذبوا بل حالهم كما قال الله تعالى وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار طبعا القاديانية تعتقد أن منطقة قاديان في منطقة اسمها قاديان في الهند يعتقدون أن هذه قاديان مثل المدينة المنورة ومكة المكرمة بل بعضهم يرى أنها أفضل من مكة والمدينة ويعتقدون أن أرضهم حرم وهي قبلتهم وإليها يحجون في عباداتهم كذلك القاديانية نادوا بإلغاء عقيدة الجهاد في سبيل الله والتي هي ذروة سنام الإسلام عند أهل السنة الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام وأرادوا أن يلغوا عقيدة الجهاد ليرضوا أسيادهم الإنجليز المستعمرين وعند أهل السنة والجماعة إن الجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام كما جاء ذلك في الحديث الصحيح الذي قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم ذروة سنام الإسلام الجهاد في سبيل الله كما جاء ذلك في صحيح الجامع وقول الله تعالى وهو يحث على الجهاد وعلى عظيم أجر المجاهدين في سبيل الله في قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم الجهاد ذروة سنام الإسلام والجهاد كما قال أهل العلم موجود في الشريعة اليهودية وفي الشريعة النصرانية وفي شريعة الإسلام لأن الله عز وجل قال وعدا عليه حقا في التوراة وهذا كتاب اليهود والإنجيل وهذا كتاب النصارى والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم القاديانية تلغي الجهاد تحرم الجهاد أما أهل الإسلام الحقيقيين وهم أهل السنة يرون أن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام أعلى ما في الإسلام هو الجهاد في سبيل الله طبعا هذا الأمر أدى إلى أن القاديانية يطالبوا بالطاعة للحكومة الإنجليزية وهذا من أعجب العجب أنهم يطالبون بل الطاعة العمياء للحكومة الإنجليزية لأنها بحسب زعمهم هي ولي الأمر عند القاديانية وكل مسلم عندهم كافر حتى يدخل في القاديانية كما أن من تزوج أو زوج من غير القاديانيين فهو كافر وبعضهم قال أنهم لا يرون حرجا في شرب الخمور وفي تعاطي الأفيون والمسكرات والمخدرات منهم من قال هذا القول لكن يحتاج إلى تثبت وإلى توثق أما انتشار هذه الفرقة أين تنتشر القاديانية معظم القاديانيين يعيشون الآن في الهند والباكستان في دولة الهند وفي دولة باكستان ولهم تواجد ملموس وملحوظ في ألمانيا وفي بريطانيا وفي فرنسا وبلجيكا حتى في إسرائيل كما أنهم يتواجدون في بعض دول الخليج وكذلك لهم العديد من المجلات الأسبوعية والشهرية التي تصدر في نيجيريا وفي سيرياليون وغانا وكينيا وأندونيسيا حتى في سويسرا وكذلك في إسرائيل والدنمرك حيث بلغ عدد المساجد لهم في العالم أكثر من 343 مسجد ينشرون فيها عقيدتهم الفاسدة المنحرفة ولهم في أفريقيا وحدها أكثر من 5000 مرشد وداعية متفرغين لدعوة الناس إلى العقيدة القاديانية المنحرفة أما حكم الإسلام في القاديانية فقد حكم علماء الإسلام وقرارات المجامع الفقهية والفتاوى الشرعية بأنها فرقة كافرة بالله تعالى وأن موتاهم لا يدفنون في مقابر المسلمين وممن أفتى بهذه الفتاوى قرار رابطة العالم الإسلامي وهذا كان في عام 1391 للهجرة وكذلك فتوى من مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية وعلى رأسهم سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه وكذلك الشيخ عبد الرزاق عفيفي وعبد الله بن قعود والشيخ عبد الله بن غديان رحمة الله عليهم جميعا إذن هناك فتاوى من رابطة العالم الإسلامي وكذلك من علماء الهند والباكستان إضافة إلى فتوى التي ذكرناها من هيئة كبار العلماء بأنها أي القاديانية فرقة مارقة أي خارجة من الدين كافرة بالله تعالى بل وأن موتاهم لا يدفنون في مقابر المسلمين إذن الخلاصة أحبة في الله أن القاديانية هي دعوة ضالة وفرقة منحرفة ليست من الإسلام في شيء وأن عقيدة هذه الفرقة تخالف الإسلام في كل شيء وينبغي التحذير من هذه الفرقة ولابد أن نحذر المسلمين من نشاطاتهم ومن ضلالهم والواجب على العلماء وعلى طلاب العلم وعلى أهل الإعلام وعلى المسؤولين في كل مكان أن يحذروا من ضلال هذه الفرقة الضالة المضلة هذا ما تيسر ومن أراد أن يستزيد في بعض المراجع فعليه بكتاب القاديانية للشيخ إحسان الله ظهير رحمة الله عليه وكتاب فتنة القاديانية لرجل اسمه عتيق العتيق وهذا كان قاديان سابق وكذلك كتاب تاريخ القاديانية للإمام الذي كان يناظر هذا المدعي الكذاب وهو الشيخ ثناء الله الآمر تسري رحمة الله عليه هذا ما تيسر في هذه الحلقة وانتظرونا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى مع التنصير في العالم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته